التطورات الميدانية المتسارعة في ليبيا تتزامن مع دعوات لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار نسأل ضيوفنا عن موقف الدول المعنية بالشأن الليبي ماذا عن مصير حفتر وأيضا عن صحة التقارير التي تحدثت عن خلافات داخل معسكره وهل أصبح البديل جاهزا في أية مفاوضات مقبلة كنوا معنا على الرغم من استقرار أحوال المعارك في الغرب الليبي لصالح حكومة الوفاقة في مواجهة قوات حفتر وداعميه إلا أن مستقبل الحل السياسي في البلاد ما زال غمضا فبين الاندفاع الروسي لانخراط أكبر في المواجهة العسكرية والترقب الأمريكي لتلك الاندفاع والقلق الأوربي من تكرار التجربة السورية في ليبيا يظهر أيضا موقف داعمي حفتر في الشرق الليبي الذي يبدو منتبسا في هذا السياق نتساءل عن أدوار كل هؤلاء الفاعلين في الملف الليبي هل أصبح حفتر هناك فعلا بدون سند وهل تتوفر الظروف الملائمة ليعود طرفا صراع إلى الحوار قبل شهور كانت لحفتر اليد الطولة التي أراد أن يبسطها في الشرق وفي الغرب وما هي إلا أيام قليلة حتى قصرت تلك اليد وغلت بعد هزائم الميدان للموجع جنوب العاصمة وربما كبلتها أيضا شروح في حاضنة حفتر الشرقية وداخل معسكرها هكذا غاب الجنرال عن الصورة التي ظهر فيها عقيل صالح رئيس برلمان طبرق مستقبلا قادة عسكريين في جيشه فيما كان حفتر يحاول حشد همم مقاتليه بصوت خفيض بعد هزيمتهم القاسمة في الوطي على التصريحات عقيل صالح وهو يطالب بمجلس رئاسي جديد وهو يرفض تنصيب الجنرال حاكم على أمر ليبيا مواقف سمعت في الخارج فتردد صداها اتصالات من موسكو تسأل عقيل صالح لا خليف حفتر الجلوس لطاولات الحل السياسية يقول مناوئ حفتر ذاك دليل على أن الجنرال في عيون الجميع قد استنفد أسباب وجودها وهناك من يبحث له عن بديل يرد مؤيد حفتر اللقاء ليس إلا محاولة لرص الصفوف ذلك فقط مختصر الزيارة لكن في ليبيا حرب مطامع يتضاءل أمامها سجال الزعامة في الشرق فالروس يبدو أنهم قد اقتربوا كثيرا من الميدان والهاربون من مرتزقة فاغنر ليس وحدهم من وطئ أرض ليبيا في سمائها أيضا يؤكد البنتاجون الأمريكي تحلق مقاتلات روسية لكن موسكو تختار أن تنفي ما تقول إنها الدعاءات الغربية تلاحقها في كل مكان في القرم وفي ليبيا وفي سوريا أيضا سوريا الفوضى العارمة التي يخشى وزير الخارجية الفرنسي أن تتكرر في ليبيا بصخب هادر يصل الشواطئ الأوروبية ومن بين الأوروبيين المقسمين على أنفسهم قليل الحيلة هذه الأيام رئيس الوزراء الملطي الذي وصل طرابلس سعيان ربما لوساطة ما يتراء لرعاة حفتر إذن وبوضوح النفق المسدود الذي انتهت إليه اندفاعته المتعثرة على أبواب العاصمة وإن عقدت طاولات التفاوض هذه المرة فالأمل أن يجد فيها حفتر كرسيا لن يملك من جديد خيار مغادرته متعجلا ينضم إلينا من تونس ميركو كيلبرث الصحاف المتخصص بالشأن الليبي ومن موسكو بيتشيزلاف ماتزوف الدبلوماسي الروسي السابق أهلا بكما قبل أن نبدأ النقاش معكما نسمع إلى ما قاله السفير البريطاني نيكولاس هوبتون في مقابلة مع تلفزيون العربي عن قلق بلاده من التقارير الأمريكية التي أشارت إلى أن روسيا أرسلت طائرات عسكرية إلى ليبيا نسمع نحن قلقون للغاية من تقرير الولايات المتحدة الذي يفيد بأن روسيا أرسلت طائرات عسكرية إلى ليبيا حضر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة يوضح ما هو غير مسموح إرساله من معدات وأفراد للانخراط في القتال في ليبيا وإرسال أفراد وطائرات هو خرق واضح للحظر إذا كان هذا هو الحال كما أضاف في مقابلة كنت أجيتها معها أن المملكة المتحدة تدعم العملية السياسية في ليبيا وتشجع جميع الأطراف على التهديئة وإيقاف القتال نحن نشجع جميع الأطراف الليبية للتهديئة وإيقاف القتال والعودة لطاولة المفاوضات ويجب أن تكون هذه هي الأولوية لكل الأطراف في هذا الوقت الحكومة البريطانية تعتقد أن عملية شاملة فقط ستنجح في جمع الأطراف مع بعضها وخلق ليبيا مستقرة ومزدهرة مستقبلا لذا من المهم أن لا يضع أي من الأطراف شروطا مسبقة إذا أرادوا أن يكونوا ضمن هذه المفاوضات سيد متزوف سمعنا إلى مقاله السفير البريطاني عبر عن قلق بلاده بشأن الدعم العسكري الروسي لقوات حفتر الولايات المتحدة تتهم روسيا بإرسال طائرات مقاتلة لقاعدة الجفرة حتى فرنسا أكدت أن روسيا ترسل مقاتلين سوريين إلى ليبيا ما الذي يخفي هذا الموقف الغربي تجاه روسيا والاستراتيجية التي تتبعها في ليبيا روسيا مرارا وتكرارا قررت عدة مرات موقف واضح تماما بخصوص ليبيا روسيا ضد أي تداخل الأجنبي في أمور الداخلية لأن الحال المشكلة ليبيا هي في الياد الليبيين أطراف ليبيا فقط بدون أي تداخلات لهم حق أن حل المشاكل مشاكل معقدة ليس سهل حلها ولكن أنا أستغرب أن قائد قوات الأمريكية في أفريكا أفريكم جنرال تاوزند قال أن روسيا أرسلت طائرات وأرسلت أسلحة إلى حفتر أن هناك ألاف المرتزق الروس من واغنر موجودين في ليبيا هذا تشويح الحق حقيقة لأن روسيا متمسكة بقرار مجلس الآن هي أحد الدول التي تؤيد على هذا القرار يمنع أي نوع سلاح إلى ليبيا ونحن نشاهد اليوم الطائرات مسيرة الدبابات مختلفة للأنواع والطائرات وحتى فرقاطة التركية التي يتداخل مباشرة عن الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة الجفرة حتى أفريكم ذكرت بالتحديد عدد المقاتلات والطائرات الروسية 14 طائرة روسية أولا تلك الصور التي وضعت في إنترنت حول وجود الطائرات الروسية في القاعدة الجوية الليبية جفرة كانت بدون أي علامات جيش الروسي عنده نجم الأحمر في خلفية الطائرة هذه الطائرات بلا أي علامات لا أحد يعرف مش طائرات طائرة واحدة لأنه يتحدثون عن طسط طائرات وأنا أعتبر أن أفريكم وقائد قوات الأمريكية في أفريقيا هو يحاول أن يزيدوا المشاكل لحتى يكسبوا ميزانية الأكثر لتمويل أفريكم من قبل ميزانية أمريكية لأن هناك ميزانية لتسنتركم تؤكد لفريسيا إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا سيد كيلبرث روسيا لا تتخلى عن حلفائها حتى في أصعب الظروف والمواقف ودليل ما حدث في سوريا هل سنشهد استنساخا للتجربة السورية في ليبيا ما الذي يمكن أن تفعله روسيا لتمكين حفتر وقلب الموازين أعتقد بأن هناك الآن نوع من توازن القوة في ليبيا علينا أن لا ننسى بأن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر يتحكم بمعظم ويصوتر على معظم حقول النفط في البلاد وقاعدة الجفرة في وسط ليبيا هي قاعدة مهمة من أجل الوصول إلى الحقول النفطية والسيطرة على طرق وعلى خطوط الجبهة في طرابلوس أيضا وهذا أيضا يشكل أهمية تكتيكية بالنسبة لقوات السراج وإمكانية تحركها تجاه الشرق والسيطرة على الحقول النفطية لذا هذه النقلة التكتيكية مهمة وهي خسارة مهمة لقوات حفتر لكن هذا لا يعني أن هذه النقطة أو هذه المرحلة تشكل نهاية لهذا الصراع لا نعلم على وجه الدقة من أين تأتي هذه المزاعم دعونا نقول لكن ما يحدث الآن هو إعادة تموضع وعلينا أن لا نعتقد بأن حلفاء حفتر تخلوا عنه أو أنه يخسر بشكل نهائي لكن مرة أخرى عقيلة صالح كما ذكرتم في تقريركم الذي يترأس البرلمان المنتخب وهو في موقف قانوني قوي وهو في موقف رسمي يتمتع به ويستطيع أن يفعل ما لا يستطيع خليفة حفتر الذي لا يتمتع بأي صفة رسمية بعد اتفاقية السخيرات الآن لدينا الحكومة التركية تتعاون مع الحكومة المنتخبة في الغرب ولدينا عقيلة صالح يبدو أنه يتخلى بشكل ما عن خليفة حفتر الذي يحظى بالدعم الروسي في الشرق نعم سنعود نتحدث عن الوضع الميداني ومدى إمكانية قوات الوفاق لذهب إلى أبعد من ترهونة للسيطرة على الهلال النفطي لكن طالما ذكرت موضوع عقيلة صالح سأنقل هذا السؤال لسيد متازوف دائما عندما نسأل أي ضيف أجنبي عن رأيه في بديل لوجود أو الاستبعاد حفتر عن المشهد السياسي يجيبنا بأن هذا شأن داخل لليبي ماذا لو كان الأطراف الليبية نفسها توافقت على استبعاد حفتر خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن خلافات داخل المعسكر وأن هناك بديلا يحضر مثل عبد الرزاق النظوري أو سقر الجوشي كيف سيكون موقف روسيا حينها موقف روسيا أنا موافق لريك أنه موقف روسيا أنا عدم تداخل تعيين القائد العام لقوات المسلحة لجيش الوطني ليبي حليفة خفتر هذا حق لبرلمان ليبي عقيل الصالح إيسا برلمان ليبي عين قائد العام أي شخص سيكون بالنسبة لروسيا ما في فرق لدي روسيا علاقات مميزة جيدة مع برلمان ليبي عقيل الصالح عدة مرات زار موسكو وفي خلال إحدى زياراته هو وقع اتفاقية التعاون مع برلمان الروسي دوما وأصبح هناك علاقات منزمة شرعية ونحن نرحبنا المبادرة أقيل الصالح الرسالة الذي هو أرسل لمجلس الآن للأم المتحدة حيث وضح الطرق لحال السياسي وأنا موافق مع زميلة أنا في تونس في بريتاني أنه لا يوجد هناك أي حال هناك قوة الشرعية الوحيدة هي برلمان وأقيل الصالح إيسا روسيا اعترفت هذا وتؤيد أقيل الصالح بكل وزنها أما بنسبة لتعاون مع جيش وطني ليبي وأقيل الصالح وخليفة خفتر لا شك هذا أمر ترجع على برلمان ليبي وليست لا غيره روسيا تلتازم لكل القرارات لبجلس الأمن ولكن نحن نستغرب أنه لا كلام عن غرارة جوية تركية على مواقع حفتر حتى من الصفينة حربية في شاتل ترابلوس وطيرات موسييرة ألا زي دمرت قاعدة وطية هذا كل غرائب لازم ناوكف الحرب ناوكف اقتتال وفي هذه النقطة روسيا متفقة مع دونالد ترامب مع بومبيو مع سفير بريطاني مع سفير ألماني الذين طلبوا من أطراف الليبي أن يوقفوا قتال هذا موقف روسيا نفسه ولذلك عندما نحن اليوم نسمع أن روسيا تزاود بسلاح لا روسيا ملتازمة لقرارات المجلس الأمن ولكن وين تركيا في هذا الشام لماذا كل الدنيا يسكت عن هذا ولا شك أن مؤتمر برلين لازم فتح الباب لمناطشة موضية يعني أنت تعرف سيد متزوف الجواب على سؤالك دائما عندما تتهم تركيا بتزويد حكومة الوفاق بالسلاح الجواب جاهز وطبعا معروف بأن ذلك ما حصل هو اتفاق ثنائي بين الحكومة الشرعية وتركيا وبالتالي ما حدث كان مبرر سياسيا وشرعيا أعود إلى موضوع ونقطة الخلاف بين عقيلة صالح وحفتر سيد كيلبث كما ذكرت هناك مؤشرات ربما عن خلاف بين حفتر وعقيلة صالح لكن في نفس الوقت ما حدث اليوم عبر نشر فيديو أو ربما كان صورة لاجتماع بين عقيلة صالح وأعضاء من قوات حفتر بينهم الناظوري كيف يفسر ذلك خاصة وأن عقيلة صالح كان قد نفع سابقا وجود أي خلاف مع الجيش الوطني الليبي كما يسميه هناك اختلافات على مستوى الاستراتيجيات بين عقيلة صالح وخليفة حفتر الذين كانوا يعملاني معا منذ عام 2015 و16 و17 خلال المعركة ضد أنصار الشريعة ومجموعة أخرى في بنغازي فهما يأتيان من خلفية متشابهة لكن الآن يبدو أن لديهم استراتيجيات مختلفة فعقيلة صالح اقترح حوار ليبي بين المحافظات الثلاث وقد اقترح أيضا ممثلي هذه الولايات الثلاثة يجب أن يكونوا منتخبين أما نهج خليفة حفتر ومقاربته فهي مختلفة تماما يرى بأن هناك ممثل واحد هو نفسه وهذا أعتقد أن هذه هي العقبة الأساسية بين الرجلين فحفتر لا يمثل صوت البرلمان لكن أعتقد بأن استراتيجيات حفتر فشلت ونهجه فشل فكانت هناك مقاومة الوضع العسكري لم يسمح له بالقيام بهذا النوع من الانقلاب دعونا نقول ضمن بيته الداخلي هناك خلاف على مستوى القيادة بين الطرفين فعقيلة صالح أيضا يحظى بالدعم من الروس والشرق يحتاج إلى شريك استراتيجي لأنه سيكون وحيدا مقارنة بما لدى السراج على سبيل المثال العقود التي توقعت والاتفاقيات مع الحكومة التركية لكن أعتقد الآن أن روسيا ربما تمثل شريكا استراتيجيا للبرلمان للبرلمان في شرق ليبيا وهذا ما يراه البرلمان لذا يبدو بأن الجيش ودهره يتراجع على ضوء التراجعات الميدانية أيضا وبالتالي هو غير قادر على إبعاد عقيلة صالح من المشهد السياسي لكن ربما نرى الطرفين يتحدان على ضوء التهديدات فمن أجل الوقوف في وجه سيرنايكا ربما يتحد الطرفان مرة أخرى لكن ما نسمعه الآن في الغرب بأنهم سيواصلون تقدم حتى إلى بنغازي وإلى مناطق أخرى وعقيلة صالح ما يقترحه الآن هو حوار ليبي ويتوقف الأمر يعتمد على السفراء الغربيين أيضا وعلى موقف الأمم المتحدة واستجاباتهم لهذه الدعوة لكن إلى الآن يبدو بأننا لم نشد استجابة كبيرة سيد كيلبث أفهم من كلامك بأن قوات حفتر وبرلمان طبرق قد يتفاهمان على استراتيجية معينة إذا لم يحصل ذلك واستمر الخلاف هل هذا يعني أن حفتر لا يمكن أن يرحل أو أن يتم هناك اتفاق ما بين الطرفين على رحيله وخروجه من البلاد إلا عن طريق انقلاب على حفتر يتعين علينا أن ننظر إلى التطورات العسكرية اللاحقة بالنسبة للكفرة وترهونة ولمواقع أخرى ما إذا كانت ستسقط أيضا في حكومة الوفاق وسنرى التحركات التكتيكية ما إذا كانت انسحابات تكتيكية من جماعة المرتزقة مثل فاغنر وسواها لنرى ما إذا كانت قوات غرب ليبيا ستواصل تقدمها لإلحاق الهزيمة بقوات حفتر وما إذا كانت القوات التركية ستقدم مزيد من الدعم هناك توقعات وآراء ترى بأن تركيا أيضا ربما تتدخل في استهداف مواقع في شرق ليبيا لا سيما في ضوء التقارير التي صدرت عن الأفريق بشأن نشر الطائرات الروسية الأربع عشر لكن في الوقت الحالي ما لم نرى هزيمة عسكرية كاملة استبعد وقوع ما دعونا نصفه بانقلاب في معسكر حفتر لكن ما نشهده الآن هو حرب بين شرق ليبيا وغربها وحفتر في الوقت الحالي هو المدافع عن الجزاء الشرقي وأنا أستغرب أتساءل لماذا يلتزم المجتمع الدولي بهذا الصمت على الرغم من التقارير بشأن التدخلات العسكرية الروسية والدعم العسكري بالسلاح كان هناك ضغوطات يتعين بذل المزيد من الضغوط من أجل إعادة تفعيل مجموعة الخمسة زائد خمسة وتفعيل محادثاتها في جنيف وتفعيل الحوار الذي ربما قد يكون عقيلة صالح جزء منه تفعيل الحوار إذن نقطة مهمة أنقلها لسيد متازوف أشرت سيد متازوف إلى ناروسيا متفقة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على ضرورة إطلاق الحوار اليوم رئيس وزراء مالطا زار السراج وتم الاتفاق على مذكر التفاهم ربما كان حاملا وساطما كيف تنظر روسيا إلى التحرك الأوروبي وأيضا كيف تنصق مع دول أخرى لديها نفس الرؤية في ليبيا مثل مصر والإمارات نوعا ما طبعا طبعا روسيا متفقة مع نحش ناتج من القرارات مؤتمر برلين وهناك البيانات واضحة تماما من قبل صفير أمريكي في ليبيا مثلا عندما هو اتصل تليفونيا مع جيل السالح واتفق دعو لدعم الحوار السياسي نفس الشيء عمل صفير البريطاني في ليبيا صفير ألماني الذين كانوا يؤيدوا حل السياسي والروسيا رحبت هذا ولذلك كل الاتهامات لنحن نسمع من وقت للآخر عن وجود مرتزقة واغنر فيها هذا كذب لا حتى الآن لا هناك تأكيدات واضحة عرضوا جسط أحد الجندي مش معروف أنه عنده كما السيخبارات روسيا وجدوا أن هذا مواطن بالكان أحد الدول بالكانية وهم يعتبرون هذا جسط واحد من واغنر إذا هناك ألاف من واغنر ألافين ثلاثة وخمسة حتى يسمونه كيف ممكن نحن ننظر أن هذا مبرر لتدخل لأسكري توركي ويتلبون تدخل أميركي بينا تدخل أميركي فشلوا لماذا؟ لأن خلال زيارة الوزارية من حكومة الوفاق إلى واشنطن في نفس اليوم في واشنطن كان وزير الخارجي الروسي سيرجي لابروف الذي يلتق مع دونالد ترامب ولذلك نحن نشاهدون أن بنتبون وأفريقون يأخذ الموقف متشاد للعجة والحكومة والإدارة الأميركية شيء آخر مصر والإمارات لديهم نفس الموقف من التدخل التركي كما أنتم كيف يبدو التنصيق بينكم وبين هاتين الدولتين بهذا الخصوص تحديدا أنا أقول نحن بري كل خطوات ديبلوماسية وسياسية روسية مرتبطة مع كل شيء مع سلطة شرعية الوحيدة في ليبيا لأن كل سلطة أخرى حكومة الوفاق هذا حكومة معطرفة بها شرعية موجودة فقط لدي برلمان ولذلك إذا يتكلمون اليوم أن هناك اتفاق تركي الليبي وهو يقرر يسمح التدخل العسكري لا هناك قرار مجلس الأمن وهناك الأولوية لقرار مجلس الأمن وليس لألاقات صناعية بين حكومة الوفاق وحكومة نال موافقة برلمان تركي وين موافقة حكومة لو سمحت لو تجبني عن هذا السؤال سيد كيلبر هناك من يقول أن على حكومة الوفاق توظيف الانتصارات العسكرية التي تحققها الآن وإلا لن تستطيع الحصول على مكاسب سياسية لاحقا لأنها لن تكون بمقدورها أن تذهب إلى أبعد من ترهونة المطيات على الأرض كيف تبدو لديك نعم هناك أصوات في حكومة الوفاق ترى بأنه من الأفضل الذهاب إلى الشرق توجه إلى بنغازي وأنا أتوقع بأن هذا سينطوي على خطأ كبير ستكون خطوة خاطئة لأنها ستفاقم الصراع وهناك آخرون يقولون بأن النقطة الأخيرة ستكون لكن أيضا نحن نرى فرصة من خلال هذا التوازن في القوى الذي وصلنا إليه الآن في ليبيا من خلال انتشار المرتزقة في الجفرة والانسحاء والتعديلات التكتيكية لكن ما نراه الآن هو فرصة قائمة من أجل الحوار بين المعسكرين وبين الطرفين وأنا أعتقد وأتمنى بأن وزير رئيس الوزراء المالتي أبلغ السراج بأن هذه الفرصة الأخيرة من أجل التجنب صراع بين الشرق والغرب في ليبيا وما سأقوله في الواقع بأنه إلى الآن كانت هناك أصوات أعلى في الواقع من أجل السماح بحوار مع عقيلة صالح من أجل من أجل إنقاذ الاقتصاد الليبي بدلا من تدمير الحقول النفطية المتبقية شكرا جزيلا لك من تونس ماركو كيلبث الصحفي المتخصص بالشأن الليبي كما أشكر من موسكو بتشيزلاف متوزوف الدكتوماسي الروسي السابق شكرا لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة